اشتركوا في القناة الزوجة ديالي يعني من 2018 الى يومنا هذا وانا في هذا المسجد والمعاناة اللي تعرضت لها يعني من طرف الاولى من طرف سيد المندوب الاقليمي للشعون الدينية يعني ما من 2018 ما عيننيش ما عرفتش ما هو السبب علاش حبس لي المنحة ديالي يعني المكافأة اللي كين عم بيها سيدنا امير المؤمنين حفظه الله ورعاه على القيمين الدينيين يعني بالوطن الحبيب بغيتنا عرفانا سيد المندوب علاش حبس لي يعني هذه المكافأة ديالي يعني ما تصرفاش المستحقة ديالي ويعني وتعينت في المسجد ديالي لانا في حاليا يعني منذ دبرة ستديل السنوات بديت في السنة الساديسة وسيد المندوب كان مشي عنده كنت تنديلي الوطن يقديري تيش دوم وكي يقول لي سنة قد نعينك سيمان الجياء شهر جاي شوية تيدور معايا شوية كيستقبلني شوية ما كيستقبلني يعني عندي ما يوفيد بانا سيد المندوب كنت كان مشي عنده وكي يعني يعطيني شي يعني عهود يعني كاذبة وبقتل أمور غدا هكك يعني تنة سيمان الجياء شهر جاي شوية السيد المندوب هوتي حرد علي الساكينة حرد علي يعني واحد العدول هو من هيئة العدول بستات الصديق دياله وكذلك العون ديال السلطة بمرتبة شيخ قال لهم سيروا هذك السيد حيدوه من تمام كان هاد الحفل هنا في في الدوار هاد السيد دار يعني صدقة ترحما على الأموات دياله وكنا تقريبا شي ستمية تل سبعمية ديال الناس هما وكينو هاد السيد العدول بيئة العدول بستات كيقول أمام يعني هاد على هاد الناس المدعون لهاد المناسبة قال لهم كيقول لكم المندوب هاد السيد جريوا عليه حيدوه من هنا متخليوهش وقدام الناس كيقول لي هاد السيد العدول بأن المندوب كيقول لك أنت مجريم أستيدا مرحبا بكم بغيت أنا نعرف هاد السيد يعني لهاد العدول حتى كيقول قدام هاد الساكن هاد الناس المدعون يعني من الدوار من ضر بيضاء يعني كل من من أي بلاصة جوا عند هاد السيد هذا لأنه عنده العائلة دياله وعنده الأصدقاء كيقول قدام الناس على هاد السيد قال لكم المندوب حيدو ورام مجريم بيتنا هاد الإجرام يعطيه لي بيتنا شواتيقة كتبت في حقي بأنني يعني ما كنستحقش نكون إمام ولا قيم ديني ولا حتى نكون ساكن في هاد المسجد هذا أنا كنطلب من رأي العام ومن سيدنا مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه والسيد يعني الوزير الألقاف والشوال الإسلامية المحترم والسيد المندوب لجيها ولجي الضرب يدست باش تحلي هاد المشكل ديالي لأنه طال طول بزاف وأنا يعني أنا بغيت القانون يتتبق علي إما ينصفني ولا إما يتتبق علي لأن الحمد لله احنا في دولة الحق والقانون الله ينصر سيدنا مولانا أمير المؤمنين وشعارنا الله الوطن الملك لأن أنا ولدتي ربعة والزوجة ديالي كن عيشوا يعني وحد المحين كثير يعني معروف بأن الإنسان عنده مصارف دياله اليومية ومصارف الوليدات ومصارف صحته أنا بغيت المندوب علي جدرت لي هذا ما عندي عزل ما عندي إنهاء المهام ما عندي السيف صار ما عندي يعني شي وثيقة كتبت في حقي بأنني كما قال هو وكما قال العدول وكما قال الشيخ العون ديال السلطة بأنني مجرين بغيت هذا الإجرام ديالي إلا كنت أنا مجرين أنا بغيت كل شي الرأي العام يعني العالم كله أنا رد أمام العالم إلا كنت أنا مجرين يعطوني شي وثيقة ويبينوا لي ما هو يعني شي حاجة يعني ملموسة نشوفها ويشوف الرأي العام لأن الرأي العام كينتظر الجواب وكينتظر هذا المشكل ديالي لأنه ما بقاش بيني وبين المندوب ولا بيني وبين الساكنة لنسيت هذه الإشارة هذه بأن الساكنة جاءوا كيقولوا لنا كيقولوا بأن المندوب قال لنا سيروا خرجوه ومشينا عنده وقال لنا هادك سيد سيروا خرجوه يعني من هاد الكلام ديالهم هاد الساكنة خمسة أنا مش ساكنة كاملة هادو خمسة ديال العناصر معروفين على رؤوس العصابيع وتعرفوا دابا أكثر جاءوا لي هاد الساكنة هادو قطعوا الموت ضو هاد ضو أستاذ هنتم مكن رأي العام هوا كيشوف أنا ولداتي علش كيقراو وعلش كنقرأ أنا وعلش كنناكلو وكنتعشاو يعني من رمضان اللي داز حتى الحقان راحنا بقين فيه وقطعوا الماء وقطعوا الضو الماء راكي القارورات يعني البودز ديال خمسة يطرؤ هما اللي كنسجيهم أنا وكنجيهم الموليدات هما كينين بنا نجي نشوفهم متوى الرأي العام جاءوا السيارة ديالي محطوطة عنده وقفة عند الباب جاءوا جاءوا واحد فيهم يعني هاد الخمسة جاءوا ضرب لي البنوة بربعة هما تصور هما عندي ديالهم شوية مشيت أنا الوليدات ديالي كنزوروا الوالدين ديالي في دقالة في العيد الكبير جاءوا هما حلو حل البلاصة من هنار أنتم ما بد خلتهم اللي مراح دابا نوري لكم أستاذ من حلوها ودخلوا وخلوا داك شي احنا ما فراسيش في البلاد مع شي تلسية مع داستقة القبار جيت كنلقى يعني شيء أواني وشي حاجة بتجيتها وسدوا علي الباب عارتوا مشته بالسلسلة والأقفال وسدت المسجد قال لك ما بقيش تصلي بينا ما بقي تدخل عندنا وهذه الساكينة هادو أنا أمام الرأي العام ساكينة إلا أديتها في شيء حاجة ومسيتها في ولادها ولا مسيتها يعني السلوك ديالي ما شيء وهذا ولا الأخلاق ديالي هم ما تقولوا لك يقولوا هالثلاثة الخمسات الأفراد ديال الساكينة كيقولوا قال لنا المندوب سيلو خرجوه ما أمام يعني ما مسيتهم لفي الخطب ديالي الجمع يعني الجمع ولا احتفل يعني الإمامة ديال في الإمامة ولا احتفل ساكان ولا احتفل جورة معهم يعني كانوا كيجيو وليداتهم عندنا من الأزواج ديالهم كيجيو عندي وكذلك كان بعض الناس كانوا كيستدعوني كانوا بشينا وليداتي عندهم ولكن لما حردهم لمندوب وما شاء الله كل شيء قادة الخمسة قلبوا وجوههم مبقاش معلمات كانت تعرفني مش عالم مرة أستاذ كي يجي عندي كانت ذهب الوليدات دياله وكانت لقى في الطريق وكانت الزو معايا يعني كنت أنا معهم وأشهد أمام الله وأشهد أمامكم وأمام الرأي العام إلا كانت معاهم شيء أخلاق ما شاء الله كنت مرتاحة نوليداتي معاهم ولكن هات سيد لمندوب كانت شكي به للله سبحانه وتعالى را هو يعرفني من 2004 إلى يومنا هذا وكيعرفني بأن أنا من القراءة دي السادسة دي الحزب الراتيب يعني إذاعة السادسة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وإحنا استقبلنا سيدنا ومعدني لباضج ديالي فاستقبلنا سيدنا في الرباط وأنا أفتخر بذلك وكتأي ندوى ولا أي جلسة ولا أي لقاء إلا كيكون عبدو ربيه وهات سيد المندوب الإقليم يشهدوا بذلك يعني أشهد كانوا أعضاء دي المجلس العلمي دي السادس وبعض من المجلس العلمي دي البرشيد وبعلاق بالمشكل ديالي قال لي هم هو علي أنا قال لي هم كان هزوا واشقال آلف ولا عشر ولا مئة معقلتش بالضبط قال لي همش حلم المسجد عندنا في إقليم السادس وكل مئة أو كل العشرة أقول لك هذا معقلتش بالضبط قال لي هم كان هزوا حمزة فريد يعني عبدو ربيه ودامنا أستاذ بغيت لني يعني بغيت نعرف راسي أنا علاش دار لي أنا ولداتي بحلقة وحرجني هد الحراج كامل علاش إلا كنت أنا اختار قتي حاجة هو عارفة يمكن ربما عارفة أنا ما عارفش شنو عنده خذتوا يخرجها ما يخلي عاش ما عنده ما يدير شيء بحركة الضغط ويسايف مع مرجع عندي انتوما الحمد لله الله يجازيكم بخير جيتوا عندي برجلكم وقدمتوا عندي بالقدم ديالكم وبالمعاناة ديالكم في الوقت هذا رب بلغة يخلصكم سبحانه وتعالى وهو المسجد المندوب لأنه هو الكينوب على السيد الوزير يعني في الإقليم لشؤون الدينية خذتوا هو يجي عندي بالسيارة دياله ما يجي عندي لهوة ولا مرشيد ولا حتى المراقب يعني ما كينش ليش عندي وما السلطة المحلية يعني يعطتني شهادة إدارية بأنني قيم ديني لا سيد القائد حسن الشاب ولا السيد عبدالله المصلى الخليفة ديالهم ولا سيد مصطفى برطال يعني سيد القائد اللي كان هذو ثلاثة شوائد ثلاثة شوائد إدارية اللي عندي وكذلك سيد رئيس الديراء اللي كان يعني خليفة بن شريح عطاني توا يعني شهادة كيشد لي بأنني قيم ديني وكذلك السيد كذلك السلطة المحلية يعني يعني العوان ديال السلطة يعني كلهم كيزكون هذو شوائد هوا ما عندي هنا موجودين أستاذ نبغيت نعرف أنا السيد المندوب علش حرجتني علش درت لي المشكل كامل عرفت أستاذ هو حرد عليك ساكينة في الأول لماذا كان يقول لي كان يقول لي أستاذ هذا الجامع لم أعمل لك أنا لم أعرف الجامع كيف لم أعمل لها قلت أستاذ رأني مرتاح فينا ولداتي كينا زرد أم ومرتاح ولداتي قال لي لا هذا الجامع فيت في مشاكل مع فق خر أنا ماشي شغل يا أستاذ لأ لم يهموني أنا لم يهموني لم يهموني لم يهموني لم يهموني لم يهموني لا لم يهموني أستاذ لدينا لدينا وزارة الأوقاف لم يهموني إلى الجماعة ومع لتلتزم بتوابة الأمة والحمد لله هي لا 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 أنا أنا أستاذ لا أستاذ لأي جماعة ولا لأي مكان سياسي أنا أستاذ قيم ديني في المسجد يعني قيم ديني ما كنتم يحتلش سياسة أنا أستاذ الرسالة ديالي أولا لله عز وجل والتانية لمولانا أمير المؤمنين راعي العلم والعلماء السجدة العالية بالله والسيد الوزير المحترم والسيد المندوب جياو اللي جيد ضربي دستات والسيد العامل عمالة دستات باش يتفك لي هذه المشكلة ديالي في أقرب وقت إن شاء الله عز وجل وشكرا شكرا